يقول بالنسبة للشخص الذي لم يبلغ بعد هل تقام عليه الحدود الشرعية أبو محمد بارك الله فيك بالنسبة للحدود الشرعية المذكورة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي خمسة هذه لا تقام على غير البالغ لا تقام على غير البالغ فمن شرط ذلك البلوغ إلا في المتلفات إلا في المتلفات فإنه يضمن يضمن فالصغير إذا سرق أو غصب شيء أو أتلف شيء يضمن هذا لا يعني بأنه لا يعاقب العقوبة التعزيرية تنبه أنت سألتني عن الحدود الحدود لا ما تقام على مثلا الحدود على الطفل وإنما المتلفات أتلف مال مثلا غصب مال سرق مال اعتدى على سيارة الجيران اعتدى على محل يضمن من ماله فإن لم يكن له مال من مال وليه أما التعزيرات فهذا المرجع فيها إلى القاضي إلى المحكمة فإذا كان هذا الولد اللي ما بلغ بعد مصدر شر للحارة للمجتمع للبلد يعني عنده كذا للقاضي أن يعزره بالعقوبة التي تردعه وتردع أمثاله ممكن يسجن مثلا في الإصلاحية الأطفال مثلا أو اللي دون البلوغ مثلا ممكن يقيد مثلا حتى لا يعني يستمر في هذا الشر ففي فرق بين إقامة الحدود وفي فرق بين إيقاع عقوبات تعزيرية عليه بارك الله فيك